قبل اعدامه بقليل يروى ان الثائر الاممي ارنستو تشيغيفارا توجه الى من اقبل ليبلغه بقرار اعدامه قائلا اعلم انك هنا لتقتلني صوب ايها الجبان فكل ما ستفعله هو ان تقتل رجلا هكذا كان قتلوا رجلا وصفه الشيخ امام بانه ميت خسارع الرجال في اغنيته الشهيرة جيغيفارا مات لم يكن الموت هو الكتاب الموقوط لانتقال جيغيفارا من صفة الثائر الى الرمز الاممي الذي يستلهوه كل مضطهد ومقاوم ومصلح وحاله هنا كحال مناضلين جاءوا من بعده تتقاطع فيما بينهم الصفات الاسمى والدروب الشاقة بمعزل عن نقاط الاختلاف الايديولوجية بالعودة الى الماضي القريب عندما استشهد عماد مغني في دمشق عام 2008 لم تقف الفوارق الايديولوجية حائلا دون ان يصفه البعض بجيغيفارا المقاومة الاسلامية كلمة جيغيفارا وكلمة اسلامية لا تجمعهما الا سيرة جوهرها الانساني هو الاقوى فمقاومة الاحتلال ونصرة المظلومين سنوان جيغيفارا ومغنية الرمزية هنا تتجاوز شخصا بعينه الى قيم مشتركة جمعت شخصيات يمكن وصفها بالجيغيفارية ولسيما خلال مسيرتها في مواجهة سطوة الدول الكبرى على مقدرات الشعوب بالعودة الى القرن الماضي لا يمكن تجاهل هذه الصورة التي تجمع تيغيفارا بجمال عبد الناصر وكلهما من رواد تأميم المرافق الوطنية كي يستفيد الشعب من مقدراته بعد قطع دابر نهب الاستعمار لمقدرات الشعوب وان لم يكن لاحد ان ينسى غرب تيغيفارا ساعة القبض عليه في احراج بوليفيا وساعة اعدامه فمن يمكنه نسيان غربة جميلة بحيرت في سجنها او غربة كل مقاوم فلسطيني يقارع الاحتلال تتجاوز الرمزية الغيغيفارية صورة على كنزه ما زال الحاضر يشهد قبل التاريخ ان التماهي في القيم بين تيارات المقاومة عبر العالم يجعل من كل زمن غيفاريا